بدايتك كانت ببرنامج ستوديو المواهب ببداية التسعينات عندما اكتشفك الفنان طالب القراغولي الذي كان مقدم ومعد هذا البرنامج وفزت أنت أخذت اللقب مع هذا البرنامج لماذا بدايتك متأخرة عن جيلك؟ باقي جيلك دعنا نقول بدأ من الاثمانينات أنت بديت متأخر سؤال حلو احنا تكلمنا قبل قليلا على موضوع أسر بإيران من سنة ثلاثمانيين للتسعين فهذا هو أول الأسباب التي أخرنا عن دخول الإذاعة يعني أنت قبلها كان عندك نية طبعا طبعا وقفت موقف أنا يتكلم عنه يعني كنت أنا عسكري بالبصرة نعم فوقتها كانت أكو احتفالية بأحد بالمعسكر اللي أنا به وإجت فرقة من بغدادة لي فرقة الكورس العسكري وأحد المشاركين في هذه الاحتفالية كان أنا شنت فسمعوني ورادوا أنه يأخذوني وياهم للإذاعة والتلفزيون يفرغوني من الجيش واتفرر للعمل الفني مع الكورس العسكري فالوالد في وقتها الله يرحمه ما خلاني أنا أشتغل بها يشتغل ما قبل قالوا نحن عاداتنا وتقاليدنا وإحنا ناس عشائر وإن رجال معروف يعني فضل يخليك بالموت ولا أنك ضبط وأنا حتى يعني لما رجعت يعني الله يرحمه وثيري الأب أب يعني ماكو أغلى من عنده قلت له يعني أنا أعتبر أحد أسباب الرئيسية لأسري هو أنت طبعا 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 لأنه هددني وقل لي ما تداوم بهذا المكان وراسي مركب على لشتي يعني خضيري البهل وكل العالم تعرفني والناس تعرفني ما راح يقولون عليه لما تطلع من التلفزيون يا باني رجال أنا موبنية أنا كذا ما وتاليها مخلاني والله الخابرون علي تقريبا عشرين يوم وتالي شون اقتنع ما بعدين اقتنع وما اقتنع ورا ما رجعت هم اقتنع هم اقتنع نعم وصل الخلاف بيني وبينهم تقريبا شهر وبقيت عندي مكتب وبغداد بالغدير أنا قاعد بالمكتب وما رحت للبيت اللي هم تتعنوا علي ويجوا وعافوا هاي الشغلة بطلوا منها لا قدرت ناوم واني بعملي هددك لا بمثالة بس بعدين بدأ شاف ردودة فعل مالة الناس اتجاهي هو وياي الضابط حبني بالمرور حبني بالدكتور حبني القاضي حبني المسؤول حبني الشوق مثقف بالعراق يحبني ويأخذ وياي فعرف انه كانت فكرة لهذا الموضوع فيه شانت فكرة قريمة يعني او خاطئ صار احد معجبيك لو ابدا ما صارت يعني سمعت مثلا يسمع اغانيك يدعمك ينصحك له لا يسمع اغاني لكنه تدي بالاخير بالاخير الرجال أصبح كبير بالعمر و أصبح مقعد و عاف شغله و عمل الرجال و يعني بس هو توفى 2018 يعني عاصر كل مراحل عاصر كل مراحل طبعا زين الأخوان باقي العائلة كانوا موافقين أو لا ما لهم علاقة بالموضوع شان الوالد هو اللي كان معارض على هذا الموضوع بس الله يرحلهم وراه اقتناء ايه بعدين اقتناء